يا مساء الخير ويا مساء الفل على حضراتكم أولاً وحشتوني قد الدنيا ثانياً مبسوطة جداً 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 إن إحنا رجعنا لحضراتكم مرة تانية في يحكى أن بمواضعنا المختلفة، بكتبنا المتنوعة، بكتبنا المحترفين بأحداثنا الثقافية المهمة اللي منحاول على قد ما نقدر إن إحنا نسلط عليها الدوق وننقلها لحضراتكم الحقيقة إنه على طول هنبتدي معاكم حلقتنا النهاردة وزي ما حضراتكم عارفين ومتعودين إن إحنا دايماً بنحب نسلط الدوق على أحداث ثقافية مهمة زي ما كنت بقول لكم من ضمن الأحداث الثقافية المهمة اللي حصلت الفترة اللي فاتت إنه الحقيقة في مجموعة جميلة كده من الشباب قرروا إنه هم يختاروا إحدى المطبوعات واختاروا مطبوعات للراحل نجيب محفوظ عايزين يعملوا إيه في المطبوعات دي؟ عايزين يغيروا الأغلفة بتاعتهم أو بتاعتها عايزين يحاولوا يجددوا شكل الغلاف بتاعها الحقيقة إنه الأربع الرسامين دول زي ما كنت بقول لحضراتكم هم قرروا يغيروا الأغلفة بتاعت مجموعة من الطبعات ومجموعة من الكتب وبالتعاون مع أحد دور النشر الكبرى الحقيقة إنه الموضوع ده فيه ناس تقبلته يعني إنه هم وفقوا عليه وفيه ناس شافوا إنه لأ يعني ده مش من حقهم فيه ناس أيدت وفيه ناس عارضت طيب عملوا إيه الأربع الرسامين الفنانين دول قرروا إنه هم يعملوا ندوة في دور النشر دي علشان يقدروا يتكلموا عن الفكرة بتاعتهم ويترحوا وجهة نظرهم في الموضوع وزي ما قلت لحضراتكم كان فيه ما بين مؤيد وما بين معارض والندوة دي اتعملت في دور النشر اجتمع فيها كثير من المثقفين ومن القراء ومن الشخصيات المهمة في عالم الكتاب الحقيقة إنه فيه جزء قال إنه لأ ده مش من حقهم وإنه الطباعة الأولى وإنه الغلاف الخاص بالطباعة الأولى ده من حق اللي صمم الغلاف ده من الأول وناس تانية قالت لي لأ يمكن يقدروا يقدموا شكل مختلف ويمكن يقدروا كمان إنه هم يدوا لمحة مختلفة للكتاب والبعض شاف إنه برضو احتمال شكل الغلاف المختلف ده ما يتوافقش قوي مع المضمون ودي كانت من ضمن الأحداث الثقافية اللي لها علاقة با المؤلفات الأدبية اللي حصلت الفترة اللي فاتت